تزامنا مع اطلاق ميليشيا اسد في درعة حملة انتقدها لوقف تعاطي المخدرات يعلن الاردن احباط تهريب 270 الف حبة مخدر قادمة من مناطق الميليشيات الطائفية وحسب بيان صادر عن القوات الاردنية فان المهربين تراجعوا باتجاه الاراضي السورية بعد تطبيق موصفة بقواعد الاشتباك ليست المرة الاولى التي تفشل فيها عمان عملية من هذا القبيل ففي ااب الماضي حالت قوات حرس الحدود دون تهريب مليون وستمائة الف حبة كبتاكون مخدرة وفي تشرين الثاني من العام الماضي ضبطت اربعة ملايين حبة مخدر كانت محشوة بعلب شوكولا في معبر نصيب اي ان تلك الكمية قبل وصولها المعبر مرت على حواجز الميليشيات الطائفية المعروفة بعمليات التدقيق والتفتيش ما يشير لضروع الميليشيات في تلك العمليات التي تزايدت منذ افتتاح معبر نصيب في تشرين الاول من العام الماضي فيما ربط كثيرون عمليات التهريب بتنامي نشاط ميليشيات حزب الله جنوب سوريا خاصة بعد سيطرتها على المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان حيث يتم تمرير حمولات المواد المخدرة الى الدول المجاورة برا او الى ميناء لاذقية بالشراكة مع متنفذين بعائلة الاسد تمهيدا لتصديرها دون اي عقبات ولان العملية بالعملية تذكر فقد ضبطت السلطات اليونانية في تموز الماضي ثلاثة وثلاثين مليون حبة كيبتاكون قادمة من سوريا ما عد اكبر شحنة مخدرة تتم مصادرتها عالميا سبق ذلك احباط مصر محاولة تهريب اكثر من اربعة ملايين حبة كيبتاكون في صناديق تفاح قادمة من سوريا ايضا ضخامة تلك العمليات والمعابر القادمة منها لا تجعل تحديد الجهة المنفذة امرا صعبا انه نظام اسد الذي جعل اسم سوريا يحتل المرتبة الاولى عالميا في قائمة دول الفساد والكوارث وحقوق الانسان واليوم في تهريب المخدرات يحاول نظام اذا استنصاخ تجربة حزب الله في بيع المخدرات لدعم خزينته المنهارة ولا يهم في هذا الجانب الاعتبارة الاخلاقية او حسن الجوار مفارقة نسيها النظام وتناساها من يلهثون لمحاولة تعويمه على جماجم السوريين واعادته للجامعة العربية